اهلا بحضراتكم وهذه التقطية المستمرة معكم على شاشة اكسترا نيوز والبداية مع ملف التغيرات المناخية اشتركوا في القناة استمر سريان التحذيرات الطريقة في مناطق من جنوب شرق استراليا بعد ان اثرت الفيضانات التي نجمت عن الامطار الغزيرة التي استمرت اياما على ثلاث ولايات احذرت السلطات في فيكتوريا وجنوب نيو ساوث والمناطق الشمالية من ولاية تازمانيا من الفيضانات بعد ان ادى سوء الاحوال الجوية الاسبوع الماضي الى هطول امطار غزيرة على جنوب شرق البلاد على الرغم من حصار مياه الفيضانات في بعض المناطق اشارت توقعات الارصاد الجوية الى ان الاسوأ لم يأتبعد لقي شخصان على الاقل مسرعهما جراء الفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها جزيرة كريت في جنوب اليونان وواصل عناصر الاطفاء والانقاذ حالة التعبئة لمساعدة السكان المنكوبين في مواجهة هذه الفيضانات هذا وطلبت قوات الحماية المدنية من السكان توخي الحضر في جزيرة كريت والجزر المحيطة مثل رودس يأتي هذا بينما تحدثت تقارير اعلامية محلية عن اضرار واسعة لحقت بالقرى السياحلية حيث غمرت المياه الشوارع وجرفت كل شيء في طريقها قال المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وادارتها في الفيليبين ان مئات السكان في جميع انحاء لوزون الشمالية اكبروا على الفرار من منازلهم بسبب العاصفة الاستوائية نينينج اضاف المجلس انه تم اجلاء 960 شخصا بشكل احترازي للحفاظ على ارواحهم مشيرا الى ان 350 شخصا يقيمون حاليا في 15 مركزا للاجلاء واضح المجلس الفيليبيني انه تضرر 5357 شخصا من مقاطعة كاي جايان حتى الان من العاصفة القوية من جانبه قال الرئيس الفيليبيني ان ادارته تراقب عن كذب تحركات نينينج مؤكدا ان الحكومة جاهزة للتعامل مع تدعيات العاصفة لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم وتضرر ما يزيد على 55 الف شخص جراء الفيضانات والانزلاقات الارضية في سيرلانكا خلال الايام الثلاثة الماضية وقال مركز ادارة الكوارث ان التقس الذي تسبب في فيضانات وانزلاقات ارضية سوف يستمر حتى الاربعاء مشيرا الى ان التحذير الصادر بشأن الانزلاقات في ست مقاطعات تم تمديده نظرا للظروف المناخية السيئة بينما ذكرت ادارة الرئي في سيرلانكا ان مخاطر الفيضانات في بعض المناطق سوف تتفاقم اذا استمرت الامطار الغزيرة فاصل ونواصل هذه التقطية المباشرة من اكسترانيوز بكمعنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم من جديد في هذه التقطية المباشرة والمستمرة معكم على شاشة اكسترانيوز ونتابع الان اخر تطورات في ملف الازم الروسية الاوكرانية حيث تبدأ القوات الجوية لحلف النيتو غدا تدريبات نووية تهدف لتعزيز قدرات الردع النووي وقال حلف شمال الاطلسي في بيانه ان تدريبات الحلف المنتظرة ستمتد حتى الثلاثين من اكتوبر الجاري مشيرا الى انه لن يتضمن استخدام اي اسلحة حية اكد المتحدث باسم الكريملين دمتري بيسكوف ان حلف النيتو خرط بالفعل في الازمة في اوكرانيا بشكل يعقد الامور لكنه لا يؤثر على اهداف موسكو واشر بيسكوف الى ان الرئيس الروسي فلاديمار بوتين سيعقد اجتماعا الاسبوع القادم مع عضاء مجلس الامن الروسي بشأن التطورات الجارية اعلنت وزارة الدفاع الروسية انها قصفت بصواريخ عالية الدقة مراكز قيادة تابعة للجيش الاوكراني وكذلك انظمة الطاقة وقالت الوزارة ان القوات الاوكرانية فقدت اكثر من مائتين وخمسين جنديا اثناء محاولتهم تنفيذ هجوم بمقاطعة دينيبرو بيتروفيسك الى جانب القضاء على اكثر من اربعين جنديا اوكرانيا في اتجاه منطقة زابوريجا مضيفة ان الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من اسقاط احدى عشرة طائرة من دون طيار واعتراض ثمانية صواريخ من نوع هاي مارس للمزيد ينضم الينا هاتفيا من العاصمة الروسية موسكو مراسل اكسترا نيوز حسين مشيك حسين بعد التحية اخر التطورات فيما يتعلق بالوضع الميداني خاصة بعد كل التطورات وتعديات الاخيرة تحياتي كريم في البداية الوزارة الدفاع الروسية اليوم في الاجاز الصحفي لها اكدت على توجيه القوات الروسية ضربات عالية الضقة على استهدفت مراكز ومرافق تابعة للقيادة العسكرية الاوكرانية وهذه المرافق هي مرافق الطاقة تابعة الى الجيش الاوكراني ايضا اعلنت الدفاع عن احباط القوات الروسية محاولة تقدم اللواء 92 للقوات المسلحة الاوكرانية على محور كوبيانس مما ادى الى القضاء على ما يصل الى 50 جنديا اوكرانيا كما اضافت الدفاع الى ان رجال الصواريخ والمدفعية الروسية اوقفوا محاولات الجيش الاوكراني عبور نهر جيريبس على محور كراسنا ليمانس بالاضافة الى تحييد اكثر من 40 مقاتلا اوكرانيا على محور زاباروجي وتدمير ثلاثة مدافع هاوتزر من اتراز امن 7077 امريكية الصنع في منطقة خارق هذا في البيان الصحفي لوزارة الدفاع اما وفي السياق العسكر والتطورات العسكرية لازالت المعارك محتدمة بين قوات فاغنر الروسية والقوات الاوكرانية في مدينة باخموت حيث تتحدث معلومات عن سيطرة قوات فاغنر على بعض البلدات في مدينة باخموت هذه المدينة تشهد معارك عنيفة خلال الاشهر القليلة الماضية لكن المعارك احتدمت الان بين الطرفين على ما يبدو القوات الروسية وقوات اقليم لوغانسك وضعوا خطة لتحرير المدينة بوقت سريع من اجل استكمال عملية تحرير المناطق المتبقية من اقليم مدينة كي يصلح الاقليم بشكل كامل امن ويتمكن سبكان هذا الاقليم من العودة الى المنازل وخصوصا بعد ضم الاقليم الى الاراضي الروسية اضافة الى ثلاثة مقاطعات وهي زبروجي وخيرسون ولغانسك نعم حسين يعني القوات الجوية لحلف النيتو ستبدأ تدريبات نووية تهدف لتعزيز القدرات الردع النووية للحلف يعني في المقابل المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف قال بان النيتو بالفعل انخرط الى هذا الصراع الى اين تشير التقديرات خاصة فيما يتعلق بتدعيات هذا الامر اولا كريم بالنسبة لمشاركة الناتو في الحرب الروسية الاوكرانية وفي الازمة الروسية الاوكرانية فقط تبقى على حلف الناتو او الدول الغربية توجيه الرصاص او الصواريخ بشكل مباشر من الناتو على الاراضي الروسية فقط هذه الخطوة هي الخطوة الاخيرة التي تبقت امام حلف الناتو جميع الخبراء هنا والمراقبون يتحدثون بهذه اللغة الجميع يؤكد على ان الغرب والناتو انخرطوا بشكل كامل في الحرب ضد روسيا ان كان من العقوبات الاستصادية وان كان عبر تقديم الدعم والمساعدات العسكرية الى الخوات الاوكرانية بالاضافة الى تقديم معلومات عبر الاقمار الصناعية وايضا معلومات استخباراتية والاستهداف الاخير الذي طال جسر كيريتش في اراضي شبه جزيرة الكرم هو كان مع استخبارات امريكية بريطانية اوكرانية بحث الجميع يؤكد ذلك ايضا استهداف خط نوردستريم ايضا الاستخبارات الامريكية هي من تقف وراء هذا الاعتداء جميع الساسة الروس والمسؤولين هنا في روسيا يؤكدون على ان روسيا الان تواجه الغرب وحلف الناتو والوية المتحدة وليس فقط القوات الاوكرانية تداعيات هذه المواجهة او هذه الانقيرات لحلف الناتو روسيا تحذل وتقول ان مواصلة حلف الناتو هذه الخطوات العدائية من الممكن ان يحدث اي اجتبات مباشر حتى الان روسيا وايضا الولايات المتحدة يعملون على منع حدوث اي اجتبات مباشر فيما بينهم نصرا الا ان حدوث اي شيء مباشر اجتبات مباشر بين روسيا وبين الولايات المتحدة هذا الامر لن يكون بالسهولة المتوقعة بل على العكس يؤدي الى اندلاع حرب عالمية ثالثة وهنا للتنويه الحرب العالمية الثالثة ستكون حرب نووية حرب مدمرة وهذا ما تحذر منه روسيا منذ بداية العملية العسكرية الرئيس بوتين بالطبيعة الحال سيواصل العملية العسكرية حتى تحقيق الاهداف الروس وضعوا الكرة في الملعب الغربي وملعب الناتو الان الامر مترك لالناتو في حال اتخذ الناتو خطوات غير مدروسة وغير عقلانية بالتأكيد سنكون امام سيناريو خطير جدا لا احد يعرف نتائجه واين سينتهت نعم الكريملين ايضا قال واعلن ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا الاسبوع القادم مع اعضاء مجلس الامن الروسي واعتقد بان التواصل مستمر دائما والاجتماعات مستمرة دائما هل من المتوقع ان نشهد بيان من الكريملين او من مجلس الامن الروسي خاصة فيما يتعلق بالتطورات الجارية هل من الممكن ان نرى بيان مختلف ردا على كل ما يثار وردا على التدريبات للحلف الناتو حتى هذه الساعة كريم لا يوجد اي ترشيحات او تصريحات من قبل او قراءة من قبل القبراء لامكانية او لئة التصريحات التي من الممكن او لئة البيان التي سيصدره الكريملين او سيتحدث عنه رئيس بوتين خلال الاجتماع مع مجلس اعضاء الامن الفيدرالي الروسي بطبيعة الحال الاجتماع سيتناول القضايا ومستجدات العملية العسكرية وايضا الاعتداءات الاوكرانية المتكررة على اراضي مدينة فليجراد واخرها الاعتداء الذي طال مركز بتدريب المقاتلين الذين تم استدعاعهم نتيجة التعبئة الجزئية حتى هذه الساعة روسيا لم تعلن عن الجهة المسؤولة عن هذا الاعتداء لكن ايضا سيتطرق لقاء بوتين مع اعضاء الامن الى هذه المسألة بالتأكيد سيكون هناك قرارات من قبل الرئيس بوتين ستكون اكثر تصعيدية بلهجة عالية نتيجة الخطوات التصعيدية التي تتخذ من قبل الغرب وايضا من قبل الولايات المتحدة ومن قبل الناتو اضافة الى خطوات الجانب نعم مراسل اكسترانيوز في العاصمة الروسية موسكو حسين مشيك كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك اعلنت القوات الاوكرانية حالة التأهب الجوي في الاجزاء الوسطى والجنوبية والشرقية من البلاد تشمل حالة التأهب للغارات الجوية جميع مناطق اوكرانيا تقريبا بما في ذلك العاصمة كييف هذا وتشهد خطوط التماس في مقاطعة خيرسون مواجهات عنيفة بين القوات الروسية من جهة والجيش الاوكراني من جهة اخرى واكدت الادارة الروسية في خيرسون وقوع اربعة انفجارات من جانبها قالت هيئة الاركان الاوكرانية ان القوات الروسية قصفت 25 بلدة على خط المواجهات في خيرسون اعلنت السلطات الروسية في دونستيك اصابة مدنيين على الاقل جراء قصف اوكراني استهدف مبنى ادارة مدينة دونستيك واشارت السلطات الى ان مبنى الادارة في المدينة قد تضرر نتيجة لقصف القوات الاوكرانية في بيلجرود الروسية قال حاكم المقاطع ان الدفاعات الجوية تصدت لهجوم ساروخي اوكراني كبير استهدف مطار المقاطع واسقطت عشرة صواريخ اشار حاكم بيلجرود الى ان ساروخين اوكرانيين اصابا محيط مطار المقاطعة كانت بيلجرود قد شهدت مقتل 11 شخصا واصابت 15 اخرين في اثر هجوم على ساحة التدريب للمتطوعين المشاركين في العملية العسكرية الروسية باوكرانيا رجحت وزارة الدفاع البريطانية ان تكون صناعة الدفاع الروسية غير قادرة على انتاج ذخائر متطورة بالمعدلة التي تستهلك فيه واضافت الوزارة ان الهجمات تمثل مزيدا من التدهور في مغزون السواريخ بعيدة المدى لروسيا والذي من المرجح ان يحد من قدرتها على ضرب حجم الاهداف التي يرغبون فيها مستقبلا دعت وزارة الخارجية الصينية مواطنيها الى مغادرة اراضي روسيا او عفوا اوكرانيا باسرع وقت اشارت الخارجية الصينية الى ان سفارة البلاد في كييف مستعدة لتقديم المساعدة في تنظيم المغادرة اشتركوا في القناة اعتبرت شركة جازبرام الروسية ان وضع سقف لسعر النفط الروسي خرق للعقود اشارت الشركة الروسية الى ان وضع سقف لسعر النفط الروسي يسمح بوقف تصدير النفط الى الدول المشاركة بالقرار لا تزال ازمة الطاقة تلقي بظلالها على الاوضاع الداخلية في اوروبا حيث يسعى قادة القرى للتوصل الى اتفاق بشأن وضع حد اقصى لاسعار الغاز في الاتحاد الاوروبي في وقت افادت فيه وكالة بلومبرغ نقلا عن مسؤول بالاتحاد الاوروبي بان تلك الفكرة لا تزال تثير الانقسام بين دول التكتل مع اقتراب فصل الشتاء يظل امن الطاقة في اوروبا غير مستقر مع استمرار الازمة الروسية الاوكرانية في وقت يستعد قادة التكتل الاوروبي لقمة جديدة لبحث سبل احتواء تلك الازمة غير المسبوقة التي تغذي نسبة ضخم وتهدد بدفع التكتل الى الرقود ويسعى قادة اوروبا الى التوصل الى اتفاق بشأن وضع حد اقصى لاسعار الغاز في الاتحاد الاوروبي في وقت افادت وكالة بلومبرغ نقلا عن مسؤول بالاتحاد الاوروبي بان تلك الفكرة لا تزال تثير الانقسام بين دول التكتل وتوازيا مع ذلك يبحث القادة سبل تنويع مصادر الطاقة لضمان امن الامدادات في اوروبا جنبا الى جنب مع ايجاد حلول مشتركة لازمة ارتفاع اسعار الطاقة واحد من تلك الحلول ما يخطط له المستشارة الالمانية والافشولتس ببناء خط انبيب للغاز الطبيعي يربط محطات الغاز المسال في اسبانيا والبرتغال مع بلده الى جانب تأكيده بان حكومته ستواصل استخدام الطاقة النووية لانتاج الطاقة في الشتاء المقبل في الصياق نفسه ضعفت الحكومة الفرنسية الدعوات الى ترشيد الطاقة في الاسابيع الاخيرة في محاولة لوقف ارتفاع اسعار الطاقة مؤكدتا ان الهدف هو خفض اجمالي استهلاك الطاقة بنسبة 10% في العامين المقبلين مقارنة بعام 2019 للمزيد ينضم الينا عبر الهاتف من مارسيليا الزميل خالد شقير مراسل اكسترا نيوز خالد بعد التحية تخبط في القرى الاوروبية فيما يتعلق بالاقتصاد ودخول القرى الاوروبية في ركود اقتصادي في المستقبل القريب ما الذي تشير اليه التقديرات فيما يتعلق باسعار النفط وايضا دخول القرى الاوروبية في الركود الاقتصادي تحياتي كريم زميل العزيز بيك ولكل السادة المشاهدين لا يزال التواصل كريم الى اتفاق بشأن وضع حد اقصى لاسعار الغاز في الاتحاد الاوروبي يبدو بعيد المنال بينما يستعد قادر التكتل لخمة الاسبوع المقبل لبحث سبل احتواء الطاقة ازمة الطاقة غير المسبوق اللي بتغذي التدخم وسط التوقعات بدفع التكتل الى الركود او الركود التدخمي حسب وكالات الانباء ومن خلال متابعتنا طبعا دول الاتحاد الاوروبي كانت قد تحدثت على ان الفكرة هي بالفعل مسيرة للجدل ولكنها بتفرض فرض حد اقصى لاسعار الغاز المرتفع التي لا تزال بتثير انقسام من دول العضاء اللي بتختلف مصادر الطاقة فيها والفوال الاقتصادية عبر دول التكتل الـ 27 الحقيقة كريم كل ما استطيع القول بان القارة الاوروبية هي في مشكلة كبيرة على المستوى القريب وبصفة خاصة نحن امام ايام فقط تصمنا عن فصل الشتاء ولهذا وصل الامر لدرجة ان وصل الامر كريم بان الدول الاوروبية الان بتحاول التوصل مع الطاقة المتجددة وتنوع مصادر الطاقة وايضا التساؤل عن الطاقس واحوال الطاقس هنا في فرنسا مثلا الحكومة الفرنسية كانت على لسان وزير الاقتصاد برونو الاقتصاد والمالية برونو لومير كان قد تحدث عن امنياته ان يكون فصل الشتاء اكثر دفئا ومرتفع لدرجات الحرارة ويبدو ان الصقس الان اصبح يؤرق الفرنسيين والاوروبيين ولكن موجات الحرارة التي تمر بيها فرنسا او مرت بيها فرنسا في الصيف مستمرة حتى الان درجات الحرارة تصل في بعض المناطق الى 25 درجة مئوية ونحن على مسافة اقل من اسبوعين كل هذه المؤشرات بتؤكد حتى الان حسب لميتيو او هيئة الارصاد الجوية ان هذا الشتاء لن يكون شتاء باردا وهل سينضم فصل الشتاء الى طرف الصراع يعني الى الدول الاوروبية ام سيكون مع روسيا هذا هو السؤال المطروح في الصعف الفرنسية تحدثت عنه اليوم نحن امام مأزق كبير او الدول الاوروبية امام مأزق كبير هذا المأزق يتمثل في ان بعض من الدول تملك الغاز والبعض الاخر لا يملك الكهرباء مثل فرنسا مثلا فرنسا قامت بتصدير بعض من الغاز الى المانيا وهي تستورد كما جاء في التقرير من اسبانيا ومن بلجيكا الكهرباء وبعض من الدول فاذا هناك مشكلة كبيرة في الانتظار في ظل ارتفاع الاسعار والارتفاع الزائد في القهرباء والغاز نعم سيؤثر خالد يعني هذا الارتفاع في اسعار الطاقة يعني يجبر بعض الحكومات على الرجوع الى مصادر طاقة ربما لا تكون صديقة للبيئة وهناك يعني مخاوف من ذلك كيف يرى الساسة والاقتصاديون والمجتمع في الاوروبي خاصة في فرنسا هذا الامر وما الذي يجب ان يحدث في او من وجهة نظرهم الحقيقة هذا السؤال اجاب عليه الرئيس الفرنسي كريم في اخر لقاء له متلفز منذ عدة ايام واكد على ان هناك بالفعل محططين للفحم ومحطة في شمال غرب فرنسا عفوا في منطقة لابروتونيو وايضا محطة اخرى هنا في جنوب شرق فرنسا حيث احدثك وتحدث على ان الان العودة مرة اخرى الى مثلا المحطات الفحم في المانيا وفي فرنسا هو ضرورة قصوى وسيتم الانتهاء منه بانتهاء هذا الفصل مع توفير مصادر اخرى للغاز وبصفة خاصة ان بعض من الدول لا يمكن ان تعود الغاز فرنسا مثلا عنداش مشكلة في موضوع الغاز لانها تملك اربعة محطات للغاز المثال وهناك محطة خامسة في ميناء الوهابر للغاز المثال ولكن بعض الدول الحقيقة لا تملك هذه المحطات ولهذا كانت هناك معاتبة كبيرة جدا من وزير الاقتصاد الفرنسي لمثلا الجانب الامريكي الذي يصدر الغاز باسعار اربعة اضعاف ما تقوم بها مثلا الشركات في الولايات المتحدة الامريكية مما قد يفقد كريم القرار الاوروبية يعني هذه الميزة التي كانت تتفوق بها على كل المصانع سواء في الولايات المتحدة الامريكية او الصين او قدرتها التنافسية الحقيقة من مارسيليا فرنسا الزميل خالد الشقير مراسل اكسترا نيوز كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك قالت مفوضية شؤون التقى بالاتحاد الاوروبي كادري سيمسون ان الحزمة التي اعدها الاتحاد للحد من الارتفاع الحاد في اسعار الغاز الطبيعي يجب ان تتحاشى زيادة استخدام الوقود في ظل ازمة الامدادات غير المسبوقة ذكرت سيمسون ان المفوضية الاوروبية من المقرر ان تقترح مجموعة من الاجراءات بعد غد الثلاثاء من اجل تخفيف تأثير تقليص الامدادات الروسية على الشركات والمستهلكين قال الامين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول اوبيك هيثم الغيس ان اسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة واضاف الغيس خلال زيارته للجزائر التي تستغرق يومين ان هدف اوبيك والمنتجين من خارجها الحفاظ على استقرار السوق ومع اقتراب حظر الاتحاد الاوروبي للتاقة الروسية يشهد سوق الديزل دورات متباينة من الفوضى ونقص الامدادات ما يهدد الاقتصاد العالمي بنوبة جديدة من الضغوط المزيد بوادر الفوضى ونقص الامدادات بدأت تظهر في سوق الديزل العالمي ما يهدد الاقتصاد العالمي بنوبة جديدة من الضغوط تزامنا مع ارتفاع اسعار الطاقة سوق الديزل شهد دورة متباينة من الفوضى منذ الازمة الروسية الاوكرانية التي اثارت حالة من عدم اليقين بشأن ما يمكن ان يحدث للتدفقات خاصة مع اقتراب حظر الاتحاد الاوروبي للطاقة الروسية بسبب العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا وتزداد ازمة الديزل تأزما في ظل نقص الحاويات المتخصصة والتي يمكنها التصدير من موانئ بحر البلطيق الروسية في فصل الشتاء حيث تثور الشكوك بشأن سلاسل التوريد والتي ستتمكن من ايصال هذه الامدادات الى الاسواق البديلة كان وقع الازمة واضحا في اوروبا حيث اثارت مخاوف بشأن افاق الاقتصاد وجاءت للترابات العمالية في مصاف النفط الفرنسية التي استمرت لاكثر من ثلاثة اسابيع لتزيد المخاوف من نقص معروض وبسبب تلك الاترابات ثرت التساؤلات بشأن جاهزية القارة العجوز لفرض حظر على واردات الطاقة من روسيا بعد اقل من ثلاثة اشهر من الان بصفتها المورد الرئيسي الازمة طالت الولايات المتحدة حيث تمتلك ادنى مخزونة موسمية منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1982 ادارة معلومات الطاقة قالت ان مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة تراجعت 4 ملايين وتسعمائة الف برميل في الاسبوع المنتهي في السابع من اكتوبر الى 106 ملايين ومئة الف برميل وهو ادنى مستوى منذ مايو في مقابل توقعات بانخفاض يقدر بمليوني برميل ويمثل الديزل العمود الفقري للاقتصاد العالمي وهو الوقود الذي يضمن استمرارية عمل الشاحنة الكبيرة والآلية الثقيلة وقطارات الشحن والسفن فاصل ونواصل هذه التغطية المباشرة من أكسترا نيوز ابقى معا ترجمة نانسي قنقر